نريد ان نفهم بنموذج جديد اطار علاقتنا بالله عز وجل مجموعات الاسماع الحسنة تضبط هذا التوازن في علاقتنا به سبحانه نريد ان نبنيها من خلال الوصف الذي ذكره ابن القيم رحمه الله حين يقول ان المؤمن كالطائر يطيروا الى الله بجناحي الحب والذل نعم الحب والذل فاذا فهمنا المعنيين توازنت علاقتنا بالله سبحانه وتعالى نبدأ بالحب الحب يأتي من اين مبعثه من ماذا مبعثه من مراقبة نعم الله علينا لما الواحد يتأمل في النعم يزداد حبا لله عز وجل فمراقبة النعم ستساعدك على الامتنان لله عز وجل صفات الحضور صفات الرزق الرفق التحكم الايجابي صفات الخلق والابداع صفات الدعم هذه الصفات لو ترجعوا اليها هذه الصفات وصفات تجديد الذات تشعركم بالامتنان لله عز وجل الذي هو الذي يرزقنا هو الذي يطمننا بمعيته سبحانه هو الذي يرفق بنا هو الذي يغفر لنا هو الذي يثبتنا وقت الشدائد هم الذي يلهمنا تفكير الإبداع وإعمار الدنيا امتنان الإنسان بهذه الأمور شعور بأنه بهذه نعم من الله عز وجل إذا كل ما تأملنا فيها سنشعر بالحب هذا الجناح الأول أما الجناح الثاني في علاقتنا بالله سبحانه فيأتي بمراقبة الذنوب والإيمان بمجموعات أسماء الله الحسنى التي تنطوي على صفات ربوبيته وعلوه سبحانه وقدرته ومحاسبة لنا ويساعدنا كذلك على الذل بين يديه سبحانه الخوف منه عز وجل فالإيمان بمجموعات أيضا السلطان والكبرياء إيمان بصفات الكبرياء والعلو صفات التحكم التصحيحي الصفات التي ذكرناها في المحاسبة في المساءلة هذه كلها لو تأمناها هي لها علاقة بالخوف ينشأ عنها بالخوف الخوف من الله عز وجل وإذا شعرنا بالخوف من العظيم سبحانه القادر على المحاسبة وغيرها عندها سنقف موقف الزل الزل بل حتى التحكم في الأفكار والإنسان عجيب يقولون من القدرات الفذة للإنسان أنه يستطيع أن يفكر في أفكاره فإذا الحكم السليم سيجعلنا نفكر في مشاعرنا في أفكارنا في قناعاتنا وبالتالي نستطيع أن نتحكم بها وهذه ستتحكم بدورها في السلوك السليم ترجمة نانسي قنقر